ندخل بقى مع بعض على آخر جزء معانا في الشابتر وهنتكلم بقى فيه على البيزيك تول of capital structure management الأدوات الرئيسية اللي أقدر أستخدمها في إدارة الهيكل بتاع رأس المال الهيكل بقى اللي بيتكون من دابته من كابتل عشان أكون رأس مال وعشان أكون فلوس إزاي أقدر أدير المنظومة دي فقال لك بقى البيزيك تول والأدوات الرئيسية هم عبارة عن حاجتين في أنالسيس للإبت والإيبت اس مع بعض هنشوفه وهنشوف كمان الفينانشال لفريتش ريش دول كده البيزيك تول الأدوات الرئيسية اللي تقدر تستخدمها عشان إيفاليويت تقيم بقى الديسيشن والقرار بتاعك اللي يخص الكابتل استركشن يعني عشان لو أنت عندك أكتر من بديل من الكابتل استركشن تعرف إيفاليويت تقيم مين فيهم الأفضل نبدأ بقى بأول واحد فيهم وهو الإيبت إي بي اس أنالسيس ده بيعمل إي بقى بالظبط ده بيعمل تحليل شامل للتنين الإيبت والإي بي اس وشوفناهم طبعا مع بعض قبل كده في الشابت طيب تعالوا بقى نشوف الإي بي اس ده هوت إيه الغرض منه في الآخر يعني النهاردة طول ما الشركة بتدي إيرنج برتشير أو بتطلع ربحة للسهم الواحد عالي ده بيبعت إشارة جيدة للسوق يقول لهم خلي بالكو يا سوق أنا كشركة بطلع إيرنجس وأرباح كويس فده بالطبيعي هيأثر على الستوك برايس والأسعار طول ما أنا بطلع أرباح كتيرة على طول السوق هشوفني بطريقة كويسة فده هيعلي السعر بتاعي كساهم في السوق حاجة تانية عشان برضو تعمل أناليسس وتحلل الإيبت والإي بي اس قالك ممكن تعمل تشارت ممكن تعمل رسم بياني هنشوفه في السلايد اللي جاية ميزة الرسمة بياني دهوت بيعمل إيه قالك provide a way to visualize effective alternative capital structure on post level and volatility of the firmest earning bear it share يعني إيه بقى الكلام دهوت قالك ميزة التشارت دهوت بيخليك visualize يعني تتخيل أو تشوف إيه بقى البدائل المختلفة من ال capital structure وأصارها على الإي بي اس يعني النهاردة أجي أقولك مثلا عندك أكتر من سيناريو لل capital structure كل سيناريو من دول هيديك earn كبيرت شير قد إيه هو ده اللي بيعمله بقى اللي تشارت اللي تشارت بيخليني أشوف أكتر من alternative وأكتر من بديل لل capital structure وعند كل بديل من دول هيكون شكل الإي بي اس عامل إزاي أهو ده كده الرسمة أهوة قالك عند كل بقى capital structure هوريك بقى الإبت وهوريك الإي بي اس هيكون شكلهم عامل إزاي مهمة جدا جدا الرسمة ديت بص الرسمة ديت عمل لك إيه قالك النهاردة أي هيكل رسمان بيتكون من bond من سندات وcoman stock وساعات شركات ما بيكونش عنده غير bond بس وفيه شركات ما بيكونش عنده غير stock بس وشركات عنده الميكس الخليط طيب فرسم لك خط للبوند وخط بقى لcoman stock وقال لك بقى ساعات بيتقطع عند نقطة معينة فعند النقطة ديت إيه اللي بيحصل بيكون سواء اشتغلت بالبوند أو اشتغلت بالcoman stock اللي اتنين هيدوك نفس الإي بي اس يبقى النقطة بتاعت الانترسكشن أو التقاطة بتديلك ايه بقى بتقول لي ان البوند والcoman stock اي واحدة من دول هتستخدمها هتنديك نفس الإي بي اس ولكن لو بقى مشيت يمين نقطة التقاطة فكده الموضوع مختلف وبرضو نفس الكلام لو مشيت شمال نقطة التقاطة فالموضوع كده هوت مختلف يعني ايه بقى تعالوا نشوف قالك طول ما انت ماشي مين كده هوت ايه اللي هيحصل هتلاقي ان المنحنة بتاع البوند بلان اللي هو باللازرق ده فوق المنحنة اللي بالأحمر بتاع الكومان stock يعني ايه يعني انا بدأت تعتمد على السندات اكتر من اعتمادي على الكومان stock في الحالة دي ايه اللي بيحصل تعالوا نشوف لو جينا هنا هوت مثلا عند النقطة دي والنقطة دي ات واضحة هوت ان هي بعد الانترسكشن بعد التقاطع هتلاقي ان الكومان stock لو اعتمدنا عليه لوحده بيدينا ايه بقى بيدينا ستة ونص اي بي اس يعني الربح للسام الواحد ستة ونص ولكن عند نفس النقطة لو طلعت فوق كده واعتمدت بس على البوند هتلاقيك بتاخد سبع وربح تقصد ايه اقصد اننا يمين نقطة التقاطع كل ما هاعتمد على البوند وعلى السندات اكتر ده بيديني ارنج بيرتشير اعلى ودي نقطة مهمة جدا جدا ولكن العكس بقى لو جيت عند اي نقطة قبل نقطة التقاطع هتلاقي ان البوند بلان بيديلك ايه بقى بيديلك ارنج بيرتشير اقل من الارنج بيرتشير اللي بيديه لك الكومان استو واللي انا قلته دلوقتي ده هو ده كده الملخص بتاع الرسمة بيقولك ان انا عندي اللي تشارت ده هوت عند نقطة معينة نقطة الانترسكشن او نقطة التقاطع نقطة التقاطع ديت فين هنا كده هوت عند ايبت بيساوي 21 الف دولار هتلاقي ان الارنج بيرتشير كانت باربعة اوروبا اي بقى نقطة بعد نقطة التقاطع بتديني ارنج بيرتشير اعلى لو اعتمدت على ايه بقى جريتا الليفردش يعني لو اعتمدت على البوند قلنا ان البوند او السندات بيكون الليفردش بتاعته اعلى طيب اديني مثال قال لك هوت لو جيت عند الابت اللي هو بتلاتين الف هتلاقي ان الستوك بيديك ستة ونص اما بقى السندات بتديك سبعة وربح ده هوت الملخص اللي قلنا عليه دلوقتي في الاتشارت ندخل بقى الاسلايد اللي بعدها طيب شايفين بقى نقطة التقاطع اللي احنا بنتكلم عليها مساعدها قال لك ممكن بقى نقطة التقاطع ديت تجيبها تجيبها ازاي بقى احنا قلنا عند نقطة التقاطع بيكون الابس في حالة الاستوك بلان مساوي للاابس في حالة البونت بلان فلو جبنا بقى الاستوك بلان الاابس بتاعه قانون ايه وجبنا الاابس حالة البونت بلان وسويناهم مع بعض هنقدر نوصل بقى للانترسكشن او نقطة التقاطع يعني هنقدر نوصل للقيمة بتاعة الابت طيب عموما الاابس بيتحسب ازاي عموما بيتحسب عن طريق ان انا باخد الاابت اطرح منه الفايدة والقيمة اللي تطلع اضربها في واحد ناقص معدل الضريبة والقيمة اللي تطلع اطرح منها البي او اطرح منها البريفير ديفيدنس او توزيعات الارباح اللي بتطلع لنوع من انواع الاسهم اللي هو البريفير الناتج اللي بيطلع ده كله ده يعتبر الربح الصافي اقسمه على عدد الاسهم اللي تم اصدارها اللي هو من المصدر باس بيدينا اي بقى بيدينا الارنج بير اتشار خلي بالكم تحت الاي حطيت اس يعني الانترست في حالة ان انا شغال بالستوك بلان وحطيت هنا هو تحت الاي بي يعني الانترست حالة ان انا شغال بالبونت بلان يعني زي ما هنشوف كمان شوية مع بعض في الجدول ان الانترست او الفايدة بتختلف حسب البلان اللي انت شغال عليه وخلي بالكم ان احنا في الجدول دوت هنطبق فعليا نفس الكلام اللي احنا هوت قلناه عشان اوصل للقانون بتاع الان كبير طيب نكمل برضو مع بعض هنا هوت برضو الاس قالك تحتيها اس صغيرة يعني دوت الستوك او الاسهم العدد بتاعها في حالة ان انا شغال بالستوك بلان وهن هوت عدد الاسهم في حالة ان انا شغال بالبونت بلان طيب يبقى ده كده القانون اللي قدر اشتغل اهوات بيه عشان ابدأ احسب بقى الانترسكشن بوينت او احسب بقى نقطة التقاطع هيبقى عندي هنا هوت الناتج هو ان انا بوصل للابت ودي كده تعتبر نقطة التقاطع طيب يعني نوصل بقى دلوقتي للملخص ان بتاع الابت ده يعتبر طول واداة مهمة جدا عشان احلل زي ما قلنا في الاول القرار بتاع الابتال استراجشن عندي قلنا حاجتين يعني ما تعمل الاناليسس للابتس والابت مع بعض يا اما زي ما هنشوف كمان شوية مع بعض ممكن نروح بال حاجة تانية وهو بال وزي ما قلنا ان اي نقطة فول انترسكشن بتديني اي بي اس اعلى ولكن بيكون معاها لفريج اعلى يعني اعتمادي على الدبت والدين بيكون اعلى وخلي بالك سعاد القرار ده واتما بيكونش قرار صائب ليه بقى لان زي ما قلت ان اعتمادي على اللفريج العالي ده ممكن يؤدي للوصول لبانكرابسي او يافلاس الشرك طيب اما هعمل ايه بقى ايه القرار بتاعي قالك القرار النهائي بيكون يعني لازم تشوف كل العوامل قبل ما تاخد القرار بتاعك هتقدر فعلا يعني تسدد الديون اللي عليك ولا لا طيب بص با في الجدول ده هو هتعملك ايه قالك اننا دلوقتي عندي عندي هيكل حالي انا ماشي به الهيكل بيتكون من خمسين الف دبت ومية وخمسين ستوك الاجمالي بتاعي متين الف طيب وعندي الف وخمسمائة ساهم انا مصدر يعني الساهم الواحد عامل مية اللي هو لو ضربت ال الف وخمسمائة في مية بيديك المية وخمسين الف طيب دلوقتي عندي بقى توبلان عندي خطتين يا اما اروح ان انا ازود على الخمسين الف دبت كومان ستوك بمتين فكده يكون الاجمالي بتاع متين وخمسين الف والحل التاني ان انا اعمل ايه بقى ان انا ازود على الخمسين الف دبت خمسين الف دبت كمان والكومان ستوك زي ما هم موجودين هم المية وخمسين يبقى انا في الحالة الاولى عملت ايه خليت الدبت زي ما هو والكومان ستوك رحت زودت عليهم خمسين كان مية وخمسين بقى امتين طيب وفي الحالة التانية الدبت خليته 50 ولكن زودت عليه كمان دبت ب50 الفايدة نوت طبعا مختلفة زادت عن الفترة السابقة والكومل ستوك خليته زي ما هو طيب الكابتال استراكشن الجديد بقى 250 اهوت في التو اوبشن او في الخيارين اللي مدهوني طيب خلي بالكو بقى من حاجة في الاكزيستن كابتال استراكشن وفي التو اوبشن مديني ايه اللي هيحصل للإبت والإيرنج بير اتشير تعالوا نشوف مع بعض قال لي انا كنت بعمل إبت 20 في التو سيناريو الجودات هعمل إبت ب30 ألف طيب الفايدة هتلاقي ان الفايدة في الاكزيستن وفي الاوبشن الاولاني زي ما هي ليه لان الدبت لسه زي ما هو بنفس القيمة ما تغيرش طيب في الاوبشن الثالث زاد ليه بقى زاد لاني زي ما قلت ان هو تزودت دبت جديد ب8.5% يعني تعالوا نحسبها أولا قادي الـ 50 ألف الجودات في الريت الجديد اللي هو الـ 8.5% هيدينا 4.250 وانت أصلا كنت بتدفع فوايد بـ 4.000 اللي هما دول كده اللي هما على أول 50 ألف اللي هما نتجين من ضرب الـ 50 ألف في 8% وبعد الزيادة بقى اللي هما الـ 8.5 الجودات وصلنا هولي 8.250 أهو طيب لو طرحت من الإبت الفايدة بيديني بقى الإبت أو الإنك بفور التكس نطرح بقى الضريبة الضريبة 50% من الإي بي تي يعني لو ضربت 26% في 50% هيديك 13.000 لو ضربت الـ 21.750 في 50% هيديك 10.875 المهم دلوقتي يبقى معي خلاص الـ Neat Income الـ Neat Income دهوت لو أسمته على عدد الأسهم اللي تم إصدارها هيدي لك الـ N كبير يعني مثلا تعال خدت 13.000 اللي هما بتاع الأوبشن التاني واسمهم على عدد الأسهم اللي هو 2000 هيديك 6.5 قادي 13 ودي عدد الأسهم بـ 2000 طيب واضح إيه بقى معانا من الجدول دهوت اللي هو نفس الكلام اللي قلنا هنا عليه بالظبط عند إيه بـ 30.000 اللي هو 2 option دول هتلاقي أن الـ Coman Stock Plan بيديك N كبيرت شير بـ 6.5 قادي وبيدي لك N كبيرت شير في حالة البوند بلان اللي هو إضافة البوند بـ 7.4 يعني الجدول دهوت هو نفس الملاقص أو نفس النتيجة اللي طلعت بيها من الـ Short طيب كده خلاص خلصنا أول طريقة وأول طول معانا ندخل بقى على تاني طول وهو بقى موضوع الـ Ratios أو التحليل إحنا قلنا إن أي نسبة لازم Comparative لازم أروح أقارنها بالسوق وقارنها بالمتوسطات وقارنها بالشركات المباسلة عشان أعرف أن الـ Ratios بتاعتي كويسة ولا لا وقال لك بقى عندك two types of Ratios عندك نوعين من الـ Ratios ممكن تستخدمها للغرض دهوت أو عشان تقيم بيها الـ Capital Structure بتاعك حاجة اسمها الـ Balance Sheet Leverage Ratio وحاجة اسمها الـ Coverage Ratio وقال لك كل دول إحنا شفناهم مع بعض في الشابتر الرابع اللي كان خاص بقى بموضوع Financial Analysis مهم جدا إن النسب ديات عشان تبقى Comparative أروح بقى كومبيوتر بعد محسبها أقارنها بالـ Industry Normals أشوف بقى الطبيعي بتاع السوق المتوسطات بكام مهم بقى جدا لو لقيت نفسك مختلف عن الـ Industry Average متوسط السوق برقم كبير خلي بالك هلأ المديرين بقى لازم Analyze Farther يبدأوا يحللوا أكتر ويشوفوا بقى إيه المشكلة هو أنا ليه بعيد قوي كده عن السوق طيب قال لك عشان تحسب Financial Leverage بتاعة أي شركة بنروح نستخدم الـ Net Deet Ratio اللي شفناها مع بعض فيه Chapter 4 اللي بتشوفني مستخدم Add A من الـ Capital Structure بتاعي Deped أو ديون وخلي بالك الديون الكتيرة زي ما قلت دي مشكلة كبيرة في أي شرك وبيقولك الشركات اللي بيكون عندها كاش تقدر تدفع بيه الديون اللي عليها ديت بتتعرض لمخاطر قليلة يعني كل ما يكون عندك كاش بتقدر تغطي بيت تزاماتك انت كده في الـ Safe Site انت كده تماماً ولكن لو عندك عكس بقى في الفلوس مش هتعرف تدفع ديون انت رايح كده لانهيار جوه الشركة طيب اخر بقى جزئية هنتكلم عليها وهي الـ Capital Structure Determants او المحددات اللي اقدر احدد بيها الهيكل بتاعي بتاع راس المال اخدنا الـ Determants دي منين عملنا سيرفي يعني بدأنا نعمل كده هوت استقصاء اراء من 392 مدير تنفيذي للشركات اللي موجودة على مستوى العالم طلعنا باب السيرفي ده هوت ان احنا وصلنا للـ Determants والمحددات اللي اقدر انا كشركة احدد بيها هيكل راس المال بتاعي تعالوا نشوف بقى ايه هي المحددات قالك اول حاجة Financial Flexibility النهاردة اي شركة عندها مرونة مالية في الهيكل بتاعها ده بيخليها Stronger اقوى اقوى في ايه بالزبط في البرجينج position في التفاوض يعني انا النهاردة كشركة لو عندي مرونة في الهيكل بتاعي بتاع راس المال اقدر اتنوع براحتي واقدر اغير براحتي فده قوة تفاوض اقدر اتفاوض مع البنوك براحتي وانا بحدد الفايدة اللي هيخدوها مني اقدر احدد سعر كويس للسهم بتاعي عندي قوة قادر ان انا اتفاوض طيب الحاجة التانية الكريدت تريدينج التقييم اللي اتماني بتاعي كشركة يعني ايه بقى يعني فيه ايجنس السوكلات بتعمل تقييم للشركات من الناحية اللي اتمانية يعني بتيجي تشوف الشركات والقوائم المالية بتاعتها وبتدي ريت لكل شركة تقول والله دي تصنفها اللي اتماني شكله عامل ازاي يعني تعرف تاخد قروض من الاخر ولا لا فلو انا داون جريدينج لو انا التصنيف اللي اتماني بتاعي قليل فبالتالي البنوك هتلجأ ان هي تزود علي الفوائد فبالتالي البروين كوست او تكلفة الاقتراض او الفوائد هتزيد علي فعشان كده تملي المانجرز او المديرين بتاع الشركة بيتجنبوا اي حاجة تعمل داون جريد تقليل الكريدت بتاعي ليه؟ عشان احاول على قد مقدر كشركة ما يكونش علي فوائد قروض كبير طيب بعد كده بيهلك insufficient internal fund لو انا داخليا ما عنديش فلوس قادر ان انا اشتغل بيها insufficient غير كافية فبالتالي ابدأ اروح بقى picking order تباعا ما تروحش مرة واحدة للاختراض قال لك لا امشي واحدة واحدة يعني ما عندكش internal fund فلوس داخلية روح للدبت طيب الدبت ما كفاش روح للإيكوتي فامشي واحدة واحدة وانت بتعمل raising او بتزود الفونت بتاعي بعد كده level of interest rate معدلات بقى الفايدة قال لك خلي بالك انت تروح تقترض من البنوك لو الفوايد اقل من المتوقع انا كنت متوقع ان البنك ياخد مني 10% فايدة لقيته بياخد مني 8% روح على طول خلاص للاقتراض خلي بالك ميزة الاقتراض ايه باه بيقولك ان الدبت او الدين تمالي اقل كاكوست او كتكلفة على الشركة من الايكوتي ليه برضو زي ما شفنا في الجدول اللي فات دهوت ان انا لما استخدمت الدبت هو اه دفعت فوايد كبيرة ولكن عملت ضرائب اقل من الضرائب اللي اخدوها مني في حالة الكومان استوك ليه بقى لان في حالة الدبت اه بدفع فوايد اعلى ولكن الدخل الخضع للضريبة بيقل فبالتالي بيقل معاه الدرائب فميزة تمالي الدبت بنقول ان هو ارخص ليه لان الدبت بيقل معاه الدرائب اهو بيقولك due to tax benefit فيه فايدة ضريبية انا باخدها ايه الفايدة الضربية اللي انت بتاخدها ان الضرائب بتكون اقل عشان فيه فوايد انا بتفحها والفوايد ديت بتقلل الدخل الخضع للضريبة اما لو رحنا لحالة الايكوتي انا مش بدفع فايدة بدفع ديفيدنس توزعات ارباح وتوزعات الارباح مش بتقلل من الدخل الخضع للضريبة فبالتالي ما بتفدنيش من الناحية الضريبية وبش بتقلل علي الضرائب حاجة بعد كده transaction cost and fees خلي بالك ان اصدارك للأسهم بيكلفك عموما اعلى من الدبت كتكاليف اصدار انا هنا هوك بتكلم على تكاليف اصدار وليس تكاليف فوايد فبالتالي الايكوتي less attractive source يعني ما بيكونش مصدر جذاب للشركات ان هي تصدر اسهم اصدار الاسهم بيحتاج transaction cost تكاليف كتير عشان اعرف اصدر الاسهم بعكس بها موضوع الدبت طيب تعالوا نشوف على تقييم الاسهم قالك لو الاسهم في السوق undervalued يعني الناس شايفاها بسعر اقل من سعرها الحقيقي يعني انا مثلا بصدر السهم ب10 دولار لقيت السوق شايف ان هو المفروض يساوي 5 دولار في الحالة ديت اوعى تصدر اسهم لانك هتصدر اسهم وهتتبع بقيمة قليلة في السوق فبيقولك في الحالة ديت روح اصدر ايه بقى اصدر دبت ما تصدرش ايكوتي وفايس فرسا الحاجس صحيح لو السوق مقيم الاسهم بتاعتي overvalued بقيمة اعلى من سعرها الحقيقية روح اصدر على طول ايكوتي ما تصدرش ديون يبقى بالتالي تقييم او الvaluation السوق للسهم بتاعي ده بيأثر على timing او على الوقت بتاع اصدار الاسهم يعني النهاردة في الوقت الحالي لو undervalued بش هصدر اسهم لو بكرة ولا بعد overvalued هروح اصدر سهم فبالتالي تقييم الناس للسهم بتاعي بيأثر على التوقيت اللي هصدر فيه السهم النقطة اللي بعد كده comparable firm تملي الشركات بتبص على بعضها وبيحاولوا على قد ما يقدروا يكونوا عندهم similar او عندهم بقى تشابه فهيك الرأس المال اروح على الشركة جنبي اشوفها واغد ايه ديون واد ايه ايكوتي واروح اعمل زيها البنك رابتسي والديسترس كوستس يعني ايه بقى يعني ان الشركات اللي بيكون عندها ديبت وعندها ديون عالية بتكون بقى عرضة للديسترس او عرضة بقى للإفلاس وعرضة بقى للإهيارات المالية ليه لان عندها بقى حجم تكاليف فوائد كبير اخر حاجة customer supplier discomfort يعني ايه بقى يعني عدم راحة العملة والموردين يعني ايه برضو قالك النهاردة الشركات لما بتعتمد في هيكل رسمالها على ديون كتيرة ده بيزود بقى عدم الراحة بين العملة ليه بقى لان العملة هيكونوا خايفين ان يحصل زي ما قلنا بنكرابسي والديسترس للشركة فبالتالي مش هيكون فيه سابلاي يعني مش هيكون فيه منتجات معروض فانا كعميل بخاف منك ممكن فيه من الايام ما تنزلش منتجات عشان حصل انهيار مالي عندك نفس الكلان برضو على السابلاير وعلى الموردين الموردين بردو ساعات هيخافوا مني ولكن مش هيخافوا من جانب العرض بالعكس ده هم اللي بيعملون العرض ما they think they're going to eat هايخافوا من جانب الديماند يعني ايه برضو يعني هيخافوا ان انا كشركة لو حصل عند انهيار فبش عامل ديماند يعني بش هطلب من السابلاير اي خمات يعني انا النهاردة لو مورد وبديك كميات كبيرة يعني ببعلك منتجات كبيرة ولقيت ان انت مرة واحدة حصل عندك انهيار مالي فبالتالي الطلب عندي قلي جدا لان انت مبقيتش بتطلب مني المنتجات حاجة تانية انا كسبلاير ممكن اخاف منك في ايه تاني اخاف منك لو عندك ديون عالية وحصل عندك انهيار مالي ان انت بش هتقدر تدفع الاكسيستن كونتراكس او مش هتقدر تدفع التعقدات والفلوس اللي عليك او ممكن تدفع بس ليه تدفع متأخر طيب ده كده كل ما يخص الديترمنس والمحددات بتاعت هيكا لراس المال وده كده كان اخر موضوع معانا في الشابتر اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى ليكوا التوفيق والنجاح اشوفكوا على خير يا رب الشابتر اللي جاي